أهلا بكم مشاهدين الكرام في الحلقة الماضية قدمنا لكم مجموعة من الدراسات التي تعلق بالحجر الأسود والحج وعلاقته بالثقافة الوتنية والكتابية كالرهبنة في البودية التي قدمها لنا الأستاذ ماركوس غروس وشكل إطار الحجر الأسود البيتيل وهي كلها تنتمي لدراسات التاريخ المادي وفي هذه الحلقة نتحدث عن التاريخ الأدبي ونخص بالذكر نص القرآن كمادة أدبية تكشف لنا من خلال الفيلولوجيا عن علاقته بالثقافات التي سبقته ونأخذ كمثال حادثة الإسراء في بداية صورة الإسراء سبقة وأن تحدث عن هذا الموضوع في برنامج صندوق الإسلام مع الأستاذ حامد عبدالصمد وقلت إن الآية الأولى من صورة الإسراء تتحدث عن موسى وليس الرسول محمد وكنت متأكدا من هذا الطرح بسبب السياق الآيات ولازلت كذلك فالصورة بحسب أمهات كتب التفسير تقول إنها كانت تسمى صورة بني إسرائيل على سبيل المثال انظر تفسير ابن عاشور فما دخل محمد بالموضوع خصوصا لا وجود لذكره أو الإشارة إليه تقول الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ولا ننسى قراءة عبد الله بن مسعود حيث قرأها سبحان الذي سرى بعبده ليلا وقدمت ثلاث آيات تتحدث عن خروج موسى وبني إسرائيل من مصر ليلا حيث جاء في سورة الشعراء الآية 52 وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعوا وفي طاها 77 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إلى آخر الآية وكذلك في سورة الدخان الآية 23 فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعوا وقلت إن المسجد الحرام هو جبل حريب أو جبل موسى الذي كلم الله فيه موسى بحسب التورات ووصفه القرآن بالمسجد الحرام لسجود بني إسرائيل عند سفحه للإله وهي هو كما تخبرنا التورات في صفر الخروج الإصحاح 24 وهو المكان الذي له قداسة وحرمة إلهية كما جاء في صفر الخروج الإصحاح 3 وكذلك في سورة طاها الآية 12 إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وكذلك في سورة القصص 30 يمنع الدخول إليه أي إلى الجبل بدون أمر إلهي فحتى البهيمة ترجم حتى الموت لو دخلت حدود الجبل المقدس وذلك في الخروج 19 من العدد 12 إلى العدد 13 أما المسجد الأقصى فكان الاعتقاد هو بيت المقدس لكن وقت موسى لم يكن هناك هيكل سليمان ولا المسجد الأقصى الذي بناه عبد الملك بن مروان فما هي خلفية المسجد الأقصى؟ كنت أتحدث مع أستادي دكتور كريستوف لكسانباك عن المسجد الأقصى فأجاب هو أرشاليم السماوية باعتبار أن المسيح صعد إلى السماء وهي إشارة له لأن اسمه ممجد ومحمد في جدار كعبة قبة الصخرة ولم أقتنع بهذا الطرح فعندما عدت النظر في هذا الموضوع وتساءلت هل صعد موسى إلى السماء حسب الموروط اليهودي؟ فالتوراة لا تخبرنا عن هذه الفرضية فهو لم يتعدى جبل حريب في علوه فنظرت إلى التلمود لعلني أجد تفسيرا مفصلا عن فترة موسى فوق الجبل كيف قضاها من يوم الطلوح حتى وقت نزوله وكانت المفاجأة في التلمود البابلي الذي يرجع كتابته بين سنة 450 إلى 550 ميلادية يقول الناس رابا يهودا إن موسى صعد للسماء فترة وجوده على الجبل فوجد الرب يضع تجانا على حروف التوراة فسأله أي موسى سأل الله أو يهوى عن سبب تأخر نزوله فأجاب رجل يعني الله يرد رجل سوف يأتي في نهاية العديد من الأجيال اسمه عكيفة بن يوسف وهذا عكيفة بن يوسف على فكرة توفي سنة 137 ميلادية هو الذي يكمل الرب هو الذي سوف يفسر التوراة وكأننا أمام قصة البخاري في مقدمة فتح الباري لصحيح البخاري للعسقلاني الفصل الأول عن أبي زيد المروزي أنه قال كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتابك قال جامع محمد بن إسماعيل البخاري وقد أشار صديقي الأستاذ رشيد أيلال في كتابه الشهير صحيح البخاري نهاية أسطورة الفصل الثالث أسطورة البخاري فالرباي يهودا هاناسي كالإمام المروزي يعظم أستاذه محمد بن إسماعيل البخاري كما عظم الراباي يهودا هاناسي أستاذه عكيفة بن يوسف المهم هو أن النبي موسى أسرى به إلى السماء حسب التلمود البابلي وبالتالي المسجد الأقصى فعلا هو أرشاليم السماوية كما تفضل أستاذي لكسامبير ولكن ليس المسيح وإنما موسى فموضوع حدث سيرة الإسراء والمعراج في المورود الإسلامي مليئة بالتناقضات والاختلاف في الأقوال على مكان الانطلاق وزمان حدوتها بما ليس داعي لإعادتها ونكتفي فقط بالقرآن في نفس الصورة أي صورة الإسراء للرد على من يعتقد أن العبد المذكور في الآية الأولى من صورة بني إسرائيل هو محمد فتقول الآية 93 على لسان قريش مطالبيه أن يأتي بمعجزة على غرار باقي الأنبياء والرسل أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه فيجيبهم أي الرسول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فلو أسري به كما يعتقدون لكان الرد بالبرهان الذي يتبط صعوده للسماء نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر